الوحدة التركيبية للعضلة الهيكلية هي الليفة العضلية والوحدة التركيبية للليفة العضلية هي الكطعة العضلية فتبقى أصغر وحدة إنكوباد هي الكطعة العضلية إنما الوحدة الوظيفية للعضلة الهيكلية هي الوحدة الحرقية وإحنا شرحنا الليفة العضلية والكطعة العضلية فاضل كده الوحدة الحرقية والهدف من دراسة الوحدة الحرقية هو التعرف على المظاهر الميكانيكية لعملية الانكوباد العضلية لأن انكوباد العضلات هو عبارة عن محصلة انكوباد جميع الوحدات الحرقية المكونة للعضلة الوحدة الحرقية بتتكون من مجموعة من الألياف العضلية وانخلية العصبية اللي بتغزيها فلما يدخل الليف العصبي الحرقي إلى العضلة بيتفرح إلى عدد كبير من الفروع العصبية داخل العضلة وكل الليف عصبي حرقي بيغزي عدد بيتراوح من 5% من الألياف العضلية وده بيحصل بواسطة التفرعات النهائية للليف العصب الحرقي اللي بيتصل الواحد منها بالصفائح النهائية الحرقية للليف العضلية فيما كان يعرف باسم الوصلة العصبية العضلية الوصلة العصبية العضلية أو التشابق العصبي العضلي هو عبارة عن موضع أو مكان اتصال تفرع نهائي لليف عصبي حرقي بالصفيحة النهائية الحرقية للليفة العضلية وبكذا لو احنا عايزين اقل عدد من الوحدات الحرقية في العضلة الهيكلية بنقسم عدد الالياف العضلية على 100 ولو عايزين اكبر عدد من الوحدات الحرقية في العضلة الهيكلية بنقسم عدد الالياف العضلية على 5 فمثلا لو بيقولك عايز اقل عدد من الوحدات الحرقية في عضلة هيكلية بتتكون من 1000 ليفة عضلية يبقى نقسم 1000 على 100 هتدينا 10 وحدات هرقية ولو عايز أكبر عدد من الوحدات الحرقية في العضلة هيكلية المكونة من 1000 ليفة عضلية بنقسم 1000 على 5 فيدينا 200 وحدة حرقية نجي بعد كده لتفسير الإجهاد العضلي إجهاد وتعب العضلة بيحصل بسبب انقباض العضلة بصورة متتالية وسريعة وده لأن الدم ما بيقدرش ييني للإكسوجين بالسرعة الكافية علشان يوفر للعضلة احتياجاتها من التنفس وإنتاج الطاقة فبتلجأ العضلة إلى تحويل مادة الجليكوجين اللي متخزنة فيها إلى الجولوكوس وبيتم أكساته بطريقة التنفس اللاهوائي مع العلم أن التنفس اللاهوائي للعضلة بيدينا 38 جزء من الـ ATB ولكن التنفس اللاهوائي للعضلة بيدينا 2 جزء بس من الـ ATB فلما تلجأ العضلة لعملية التنفس اللاهوائي بيتراقم حمض اللاكتيك اللي بيسبب تعب وإيجاد العضلة وكمان تناقص جزيئات ATB من 2 ATB بدل ما يكون 38 بيؤدي إلى عدم انفصال الروابط المستهرضة عن خيوط الاكتين لأن انفصال الروابط المستهرضة بيحتاج برضو الطاقة من المتخزنة في جزيئات الـ ATB فلما تقل جزيئات الـ ATB بتفضل الروابط المستهرضة مرتبطة بها وبتظن العضلة في حالة انكباض مستمر وبالتالي بتكون غير قادرة على الانبساط مما يسبب حدوس الشد العضلي المؤلم طيب وإزاي بيحصل زوال الجهاد العضلي لما العضلة بتستريح بيوصل لها كمية كافية من الاكسجين فتقوم العضلة بالتنفس الهواء وينتاج كمية كبيرة من جزيئات الـ ATB فتعمل على انفصال الروابط المستهرضة عن خيوط الاكتين مما يؤدي إلى انبساط العضلة وبالتالي بتبدأ العضلة من جديد في تتابع من الانكباضات والانبساطات وكمان لازم نلاحظ أن الشد العضلي ممكن يحصل بسبب وصول النبضات العصبية غير الصحيحة من المخ إلى العضلات مما يتعارض مع العداية الطبيعي لوظفتها وكمان الشد العضلي الزائد عن الحد ممكن يتسبب في حدوث تمزق للعضلات وحدوث نزيف دموي وتعالا نعمل مخطط كده بشكل مختصر يوضح سبب كل من الإيجاد العضلي والشد العضلي لما بيحصل بازل موجود عنيف بيؤدي إلى انكباض العضلة بصورة متتالية وسريعة وده بيسبب نقص الاكسوجين في العضلات فبتلجأ العضلة إلى التنفس اللاهوائي والتنفس اللاهوائي بيسبب تراكم حمد اللاكتيك اللي بيؤدي إلى الإيجاد العضلي كمان التنفس اللاهوائي بيسبب تلاقص جزيئات الـ ATB لأنه بيتكون عمله 2 ATB بدلا من 38 ATB في التنفس اللاهوائي والتلاقص جزيئات الـ ATB بيؤدي إلى الشد العضلي بسبب أن الروابط المستعرضة ما بتلاقيش جزيئات ATB علشان تنفصل عن قيوط الاكتين وبكده نبقى خلصنا الجزء الخاص بشرح الحركة في الإنسان لو أعجبكم الفيديو ما تنسيش تعبيروا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين وتشيروا الفيديو لكل أصحابكم علشان الكل يستفيد ترجمة نانسي قنقر